اشتركوا في القناة فالذباب حشر متطفلة والغريب في ذلك أن من نراه في بيوتنا وشوارعنا يمثل عشر أنواع فقط من الذباب البالغ عدد أنواعه مئة ألف نوع وأشهر نوع فيها هي الذبابة المنزلية والتي نراها في بيوتنا ومنازلنا وتأتي أنثى الذباب فتبيض فيما لا يقل عن مئة بيضة ترمي بها عند ورث البهائم أو القذورات وفي غضون يوم واحد فقط يفقص ذلك البيض منتجا يرقات تتغذى على القذورات وفي أقل من أسبوعين يكتمل نموها منتجة الشكل المعروف للذباب ولكن في حشرة الذباب البالغ طولها 7.5 ملي متر إليكم حقائق غريبة عن الذباب بالرغم من دور المعدة المهم في إتمام عملية هضم الطعام على أن جسم الذباب لا يشتمل على معدة حيث تعمل الذباب على إفراز مادة ننزمية على الطعام قبل أكله لتقوم بامتصاصه ليدخل في موب داخل جسمها ويتجه على الفور إلى الدم مما يعني أنها تقوم بمهمة المعدة دون الحاجة إلى وجودها تختوي الذباب على مضادات حيوية بالرغم من أنه يعرف عن ذباب قدرته على نقل الأمراض للبشر ألا أنه في أوائل القرن الماضي اكتشف العلماء احتواء جسد الذباب على مجموعة كبيرة من المضادات الحيوية التي يمكن استخدامها لإعلاج العديد من الأمراض ويرجع السبب في ذلك إلى وجود العديد من البكتيريا الضارة على جسد الذبابة لذلك وهبها الله هذه المضادات الحيوية لحماية نفسها من تلك الأمراض وقد وجد العلماء أن الحل الأفضل للحصول على مضادات الحيوية من الذبابة أن يكون من خلال وضعها داخل سائل يمكن للذباب أن يتناول الكحول يمكن أن يقوم الذباب بتناول الكحول خاصة إذا أراد نسيان أزمة نفسية مرى بها وقد تم إثبات هذا الأمر من خلال تجربة أجراء العلماء عن طريق وضع مجموعة من ذكور الذباب مع إناث الذباب تزوجت من قبل ووضع مجموعة أخرى مع إناث لم تتزوج وبعد مرور عدة أيام تم جمع الذكور ووضعهم في إناء يحتوي على طعام وكحول فلاحظوا العلماء أن الذكور الذباب الذين تم رفضهم من إناث الذباب قد تناول الكحول بنسبة أكثر من الذباب الذي نجح في ممارسة عملية التزاوج التوازن البيئي يحد من كمية الذباب تستطيع أنث الذباب إنتاج عدد كبير جدا من الإرقات بعد عملية تزاوج واحدة مما يعني أنه إذا حدث تزاوج بين ذكر وأنث للذباب لأكثر من مرة وتمكن نسلهم من الاستمرار في الحياة دون تعرض أي منهم للموت فإن ذلك يعني أن الذباب سيكتسح الكرة الأرضية خلال عام واحد ولكن هذا لا يحدث بفضل التوازن البيئي حيث تبلغ دورة حياة الذباب الواحدة 14 يوم فقط ذباب مايو يعيش يوما واحد هناك نوع من الذباب يطلق عليه اسم الذباب مايو وهو ذباب لا يستمر في الحياة لأكثر من يوم واحد ويعد سبب تسميته بهذا الاسم وذلك لأن عمره قصير للغاية كما يتميز هذا الذباب بأنه لا يملك فمن ولم يتوصل العلماء إلى تصنيف محدد لهذه الحشرات حيث أن لها أربع أجنحة مما يخرجها من ذاكرة الذباب بالمعنى الحقيقي لأن الذباب يمتلك جناحين فقط يخفق قلب الذباب ألف مرة في الدقيقة يقال أن قلب الذباب يخفق بمعدل ألف نبضة بالدقيقة الواحدة ومن الجدير بالذكر أن دم الحشرات ينضفق خلال وعاء الأوردة الذي يمتد بطول جسم الحشرة كما يحتوي جسد وعلى مداخط تتشابه مع مداخط القلب التي تدفع الدم ليرجع في الفراغات الموجودة في الجسم يستخدم الذباب في علاج الجروح كشفت الأبحاث الطبية الحديثة عن دور الذباب في تلقي العلاج حيث تم الاستعانة بالعديد من الألواع المختلفة ليرقات الذباب المطهرة في عملية معالجة الجروح والحروق ذاكرة الذبابة ذاكرة الذبابة ضعيفة جدا حيث أنها لا تتعدى خمس ثوان فقط وهذه الذاكرة قصيرة جدا تفسر عدم استجابة الذباب لمحاولة الكش والضرب من قبل وفي النهاية لا تنسى العجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ونشره إلى أكبر عدد ممكن من الناس لكي تعم الفائدة إن شاء الله شكرا للمشاهدة